بكم أجدد المشاهدين الأعزاء وأجدد الترحيب بضيفتي سيدة سعيدة نغزة رئيسة الكونفترالية العامة للمؤسسات الجزائرية وطبعا لديك العديد من المواقع كممثلة للجزائر في العديد من الآيئات في سنوات الماضية وحتى الآن وحديثنا حول تغول قوى المال في السياسة ودعوة الوزير الأول لفصل الشكارة كما يقال بالتعبير الشعبي طيب أنت قلت في بداية البرنامج سيدة نغزة بأنه كان ترحيب واستعادة ثقة ما بين المواطن والحكومة ولكن المواطن ما زال يسأل لماذا المحاسبة الآن ومن يحاسب من هل تعتقدين بأن هذه الإجابة سوف تظهر في الأيام المقبلة أنا نظن في الأيام المقبلة إن شاء الله حين يكون يكشف على كل الأشياء أنا نظن الوزير الأول لما جاء وبدأ يحاسف الأشخاص يصحاب الشكارة كما قلتها أنتيا الشعب رجعت له ثقة ولما الثقة ترجع للشعب يعني يكون استقرار يعني هذا مهم جدا يعني عامل استقرار هو استعادة ثقة لما الشعب ترجع له ثقة حيكون الاستقرار في البلد والحمد لله صدقني أنا عندي شعبية كتير وكشت في الفيسبوك وشفت الأشخاص اللي يكلموني كل يوم والله كان أشخاص اللي كانت ضد الحكومة كانت مية في المية ما تشوف فقدت الثقة نهائية اليوم يقولك حنا عنا ثقة وعند ترحب تبول أكشفت يعني الناس الفيسبوك شعلت فيها النار لما سمعوا كلهم سندوا حتى المعارضة سندت الوزير الأول ولكن أنا قلت اليوم تصريح لرئيس حزب الأغلبية والسيد تبون في الأفلان جمال ويلد عباس كان في تيزي وزو أمس قال بأن الصراع بين حداد وتبون هو زوبعة في فنجان وبالجميع يحب رئيس الجمهورية ويطبق برنامج الرئيس بما فهم على أنه أمين عام الأفلان يقول بأن هذا كله كلام في كلام والله هذا هو بسهل عليه يقولوه شي يحب ولكن هذا ما روش هدروا في الموقع التاعه أمين عام الأفلان والحكومة كلها من الأغلبية من الأفلان وتعرفي بالله الرئيس بودفليقة هو رئيس شرفي الأفلان يعني ما نقدرش نقوله كلام جمال ويلد عباس كلام هكا والله هو حرفي نفسه يقولوه شي يحب أنا اليوم لذلك الكلام اللي نقول فيه ما قلتوش اليوم أنا ماشي من الناس منافقين اللي راهوا اليوم حداد طاحن طاحن لا أنا من الناس اللي كنت حديته كي كان قوي لما تكره هذا الكلام لا نقولها باش ميقولوش الناس لا 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 لما تكره هذا الكلام وكأنك تستني مكافأة على أن قاومتي حداد في سنوات سابقة على أنك تقولي باللي أنا التي تكلمت فكافئوني أنا التي وجهت الرجل شوف أنا قدرتها لأن كنت قانعة بها أنا عمري ما سنت حتى واحد بش يعاوني ولا يعطيني أنا لما كنت كنت راضية بها ما كنت شوف من سنة من أي شخص ولا سنة من الحكومة باش تعطيني ولا الحكومة التعاوني ولا باش نبين روحي شوي ديزولي طيب المعلومات التي نقرأها في الصحافة حتى الآن حول توزيع الصفقات ويقال بأن المجمع الذي يملكه سيد حداد مدين للخزينة العمومية قرأنا أرقام من مليار دولار إلى أربعة مليار دولار والإعذارات التي نشرت في الصحافة تتعلق بمشاريع في قطاعات الأشغال العمومية والطرقات والري وحتى البنى التحتية هل في الثلاث سنوات التي كنت في معارضة الأفسيو ومعارضة سيد حداد هل كانت عندك هذه المعلومات هل قدمتيها إلى الجهات المسؤولة هل هي نفس المعلومات التي نقرها الآن هي التي كانت عندك والله هذه المعلومات اللي يتكلموا عليهم ذلك الصحافة احنا قلنا عليهم عندها سنتين عندي عامين ونا نتكلم عليها ولا أرد أنا كتبت حتى راسي الوازين الأول بل كانت المشاريع متأخرة نعم كتبت حتى الوازين الأول ولا أرد عليها أنا مشي اليوم لأي نتكلم عليها وهذه أنا نظن مشي حداد يتعاقب عليها وكان ناس اللي أعطوها هذه الصفقات يتحاسبوا عليها ثاني من هؤلاء أنا؟ والله أنا مجمش نتخلم عن اللي بيش يكون هما هل تعتقدين بأن حداد فقد دعم ما في جهات ما؟ والله هذا ما نجمش نرد عليها ما نجمش ندخل فيها أنا نتكلم على نفسي اليوم نتكلم على نفسي مهما أنت معروفة بأنك عندك جرأة في الكلام ولكن أنا نشوف اليوم عندك حسابات والله ما عندي حتى حسابات هو كان معه صح حكومة كانت بعض الرجال وغير الوزارات كانت مشامعة اللي كانت تعطيه صفقات ورحوا كامل الوزارة اللي كانوا مع حداد ولا ما زالت في حكومة تبون؟ لم يبقى حتى واحد كانوا وزارة كانوا يجتمعوا معهم لا ديكم ما يسنون معها لسا فقط لا لديهم لهم علاقة فذلك الوزارة اللي رأهم موجودين كانوا كما يقعدوا مع حداد كانوا يقعدوا معنا يعني ما كانوش ندعين فرق بين حداد ولا باترنا وحد اخرى ما مانهد الوزراء اللي راه من درك كانوا يستقبلونا ويرحبو بنا والحمد لله راه ما زالهم موجودين وكانوا حسب معلوماتك وما كانوا يجتمعوا معك كانوا يقولوا لك بأننا مرغامين يعني بستفعلينا نجتمع مع حداد لا ما كانش كانوا كانوا يستقبلوا كل رأسال كوفيدراليات لا لا ما شكيف كانت مع حداد لا اللي راههم موجودين درك ما كانوا يدروا فرق أما الوزارة اللي كانوا يعاونوا في أحداد كل ما راح لما سمعنا بالأحداد راح يدير جامعة خاصة كانت كاينة أربع طلبات لرجال أعمال باش يديروا جامعات خاصة ووزير التعليم العالي اللي ما زال في حكومة تبون هو اللي اعطاه الأولوية لمشروع السيد حداد يعني ما زال كاين وزارة في الحكومة الآن والله هذا كان أعطاه أمر لأنه ما نظن الوزير لك تكلم عليه يجب أن يأخذ قرار واحده المستحيلات إذا أعطاهه أوامر باش يتطبق لازم يتطبق يعني في النهاية كانت أوامر والله هذا السيوح ما كان حتى وزير الوزير الأول سابق الوزير الأول هو اللي كان يعطي الأوامر لأنه وزير ما جيرهش يتطبق شيء اللي ما يكونش جاته من المسؤولة عالكبير ولكن الوزير الأول هل كان عنده كامل هذه القوة والنفوذ حتى يعطي الأوامر الله هذا ما أنا أقول لك طيب أنت قلت بأنك رسلت الوزير الأول سيد سلال لي أعطيته معلومات ومعلومات موثقة تقول على المسانع المتأخرة ولم يرد عليك لماذا لم تحاولي أن تتصلي بأطراف أخرى شكونا أطراف أخرى رئيس مثلا اللهي ما كانتش أني نقول لك أنه ما نجلش نكلم الرئيس لأنه كان الوازي الأول ولي كان يمثل نجلش نكتب الرئيس الجمهورية يعني الواحد اللي راي يشوف فينا الآن هدوك في حياتك وهدوك في ولدك وخرجتي يوما ما في الإعلام وقلتي ممكن نسمح فيه كل شيء إلا أولادي اللي يقرر من أولادي يعني أنت هددتيهم بالمبادر شوف ما زال اليوم نقولها لأنه لحد الآن اليوم ومع ذلك ما ديبوزيتي ولا أنا لحد الآن اليوم وما زالني مهددة نحن عاود نقولها تاني يجي مو يهدوني كيف يحبو أنا بس أقسيم بالله العالي العظيم ما يدلناه شبرك لولادي بس نقولك هذاك ما نرحمه مش بس اليوم لأنه نقول ما عنديش مجرد كلام لأنه كين وطاق اللي تديهم الجهنم أنا ماش نتكلم هكذاك ولكن من المفروض تقدمي هذه الوطاق ما نقدمش الوطاق هذه موجودة عندهم ما نقدمهاش موجودة عند من؟ عند اللي كانوا سيره يعني ممكن تكون كينة محاكمات في إطار المعلومات والوطاق هذه نعطيك بس يحبوا يحاكموه قضية وحدة يجي من دخل بهالسجن قضية وحدة من هذه الصفقات برك ما نروحوش ما نقوله الصفقة صفقة وحدة يجي من دخل لهالسجن ربما أنت آخر وحدة سيدة نغزة مع احترامي تتكلمي على قضية وحدة ممكن يدخلها السجن لأنك متابعة الآن بقضية القضية هذه وتقولي بأنها لفقت لك يعني رغم أنه محكم عليك الآن بسنتين السجن نافذ نافذة السجن لما تكون القاضي للتحقيق الأول يعطيك نوريو والقاضي التحقيق يعطيك نوريو وزوج خبارة يعني تديرهم العدالة وتعطيني نوريو كيفية اليوم يحكمون يا عامين سجن أنا اليوم نقولها وبكل صراحة كان دغوطات القاضي اللي حكم علي يا عامين حبس وقالها النقيب باللي خطأ طبعا ما نقدروش مع كل حكم قضائي ما يعجبنا شو نقولوا باللي لا 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 سمح لي أنا عندي كل وثيق اللي تثبت هاتشي لما تكون خدمين في العدالة شركة إسبانية لا لا خليني جاوبك لا خليني جاوبك على هذه لا لا بصحب بدون التعليق لا ما علاقش عدلة مش ند العدلة أنا عندي تيقى في العدلة أنا دايما نقول عندي تيقى في العدلة وفي القاضي الأول هو الرئيس الجمهورية أنا عندي تيقى فيهم رح نكلمك برك هذه الشركة الإسبانية اللي نكلم لك عليها هي خدينا مشروع ووزارة الدفاعية اللي يحبس هذا المشروع لأنه لما جوا كانت شهيدة الشركة مديرة فهيت في بلادهم وأنا ما كنتش على علم لأنه جابوا وطايق من الكونسيرون والمباساد كلموني من وزارة الدفاع قالوا لي جبتي شركة يعني مديرة فهيت في بلادهم واخدت مشروع مع الدرك الوطني أنا ما كنتش على علم الشركة هذه كانت مفلسة في بلادهم اليوم يجي هذا الشريك يجي اليوم أنا من 2012 2017 يحكموا عليها عامي الحبس هل ممكن هذا الشيء؟ أنا عندي الوطيق لتثبت هو ليس حكم نهائي لا موش حكم نهائي أنا عندي الوطيق لتثبت وأنا كانت عندي ثقة في العدل وما زلت عندي ثقة في العدلة ممتاز وممكن كان خطأ كان خطأ في عدة مرات في العدلة كان خطأ وأنا عندي الوطيق وأنا مش أحسن من ناقيب طيب العدلة تأخذ مجراء فيما يخص هذه القضية تحديدا لأنها أنا كنت أعطي تفسير حول القضية وتوقيتها إثارة هذه القضية أو إخراجها عن مسارها هو ضمن سلسلات المدايقات اللي تعرضت لها في الفترة الماضية تعرضت في الشوف غلقوا لي كاريير تاعي هدوني بالقتل كاريير هذه اللي كنت ديلتها في عندي صبرية في سيدي بالعباس ما يشتخدم حبسوها شو نقول لك الجماعة تعرف سيدي بالعباس حبسولي مشروع تاعي نزيد نقول لك حاجة هدوني بالقتل ويا حقيقة كلموني في الهاتف حقيقة ونزيد نقول لك أكبر من هذا الشيء أنا مكان حتى راجل اللي يكون يعني عنده لا يدخل العدالة رؤساء ودخلوا للعدالة أسمح لي خلني نكمل تفضلي الشركة هذه الشركة هذه مفلسة عندها علاقة مع حداد وحداد هو اللي دخلهم وعاونهم ومع السافر حتى السافر الدخل كيف أنا في بلادي مولاد حق نتعاقب عامل شجر وستفير وش دخل هو بش يدخل بين العلاقة بين الجزائريين هو أنا في بلادي في الجزائر أنا مولاد حق مهوش هذا الشركة إسباني اللي كان مفلس في بلاده اليوم يجي حاسبني أنا نقول لك حداد درع لي دغوطات في العدالة دغوطات في الشغل الانتاعي درع لي دغوطات في كل مكان ما خلناش التهديد بالقتل ذكرت التهديد بالقتل في أي فترة هذا كان في الفترة الماضية قريب يعني قبل فترة قصية ولا قبل مؤتمر إفريقيا قبل مؤتمر إفريقيا قبل مؤتمر إفريقي بصحة تهديد بالقتل مباشر لفظا أما والله شوف كلموني أشخاص من أفسي أشخاص من أفسي هما اللي يكلموني قالك حضرنا في اجتماع وهدوك بالقتل أنت ولدك طيب الآن الوضع هذا أنت قلت البلد في أزمة وأن هذه الأوضاع ساهمت في تأزيم الوضع أكثر من اللي راهو متأزم وسيد تبوني أطلق مبادرة لحوار اجتماعي حول الدعم حول المشاريع حول غيرها ما تشوفيش باللي المشاكل اللي راهي تصارها الآن تؤدي إلى عدم الاستقرار وتفشل مخطط الحوار الاجتماعي الذي يقوم به سيد تبوني لا ما كان حتى الكلمناك تقول في هذا ما كانش من نقوله ما منفايدة الآن بعد ما شوف الفايدة نحن كان رجال أعمال ما نتكلمش عن القوفي نتكلم عن جميع رجال أعمال الموجودين في الجزائر اللي هما صح استطمروا في الجزائر وهما صح خدموا البلاد بدون ما كانش شيء كما قدروا سهلوا للحداد حداد وهو رجال نتاعه سهلوا لهم قروض بدون يعني ضمانات عطاهم مش مشاريع من غير ضمانات يعني حتى المشاريع اللي عندها من 2008 و2012 لحد اليوم ما زي ما بداش فيهم واخدأ عليهم 80% كين رجال يتنقض الجزائر وتخرجوا من الأزمة هذه عنا شوف رجال أكبر رجال أعمال مستعدين باش يسندوا الحكومة احنا موجودين باش نسدوا ما نطلبوا ما نندلو في السياسة ولا نحوسوا باشي يعطيونا ثم الحقوقنا يعطيونا إلا الحقوق متعنا هذا وش نطلبهم الحكومة احنا رانا هنا باش نعاونهم باش نسندوا الحكومة وما تنساش احنا نكون في دلسانة جبنا أكبر رجال أعمال من كل بلدان العالم جبت رجال أكبر رجال أعمال من أمريكا. جبنا رجال أعمال من لبنان. جبنا أكبر رجال أعمال من مصر. من سوريا. من مصر. والله هل لحدت عليها؟ ولا وزير استقبلهم. ولا وزير سمحهم. ولا وزير أول سنة. جبت الرئيس تعبزنس ماد. مستقبلوش. ولا حد تستقبلوه. لي هو أكبر راجل أعمال في لبنان. إحنا جبنا باش كنا حبينا نشاركو في الأزمة. ولكن كنا نسمعوا هذا الكلام أيضا من الطرف الآخر. كان يقولوا جبنا استثمارات أمريكية. جبنا استثمارات بريطانية. درنا ملتقى استثمار مع بريطانيا. لا يسهل عليهم. عدنا إلى إفريقيا ودرنا ملتقى استثماري لجبنا رجال أعمال من إفريقيا. والله اسمح لي. أنا نظن هذا المؤتمر اسمه مهزلة. حتى المؤتمر هذا ماشي هما ما بلي خلصته. هي السلطرة. ونسل يسبونسورهما اللي خلصوه. وش من المؤتمر؟ هذك نسميه مهزلة. أنا درت مؤتمر في 22 و23 أفريل. جبت فيها 39 بلد. جبت سكرتاجي لغات على الباترونة مونديال. جبت بريزيدونت على الباترونة أفريكان. ودرته بدون بازر. ولا أحضره فيها وزراء. وخرج مؤتمر ناجح. ولا دلنا فيها. ما دلنا سبونسور. ولا حتى وحد دعمنا. لا من الحكومة ولا من أشخاص اللي جاء الأعمال. يعني تشوفي بل كل هذه الفرص الاستثمار غير حقيقية اللي كانوا يقدموها في الفترة الماضية. ما من الحقيقة اللي يبرونه ويبرونه استثمار. حتى اللي داروا استثمار دارواها يعني بأموال ما تنزلوا تصورها. لما يكون بروجيت تعميات المليار داروا بألف مليار. ما من يستثمار؟ هدو بخلاو الجزائر. كان رجال أعمال اختلفوا مع حداد عندما كان رئيس الأفسية. ولكن عندما خرجوا من الأفسية ما دخلوش في خصومات. كل واحد يقد يعني يشرف على مشاريعه استثماراته. شفنا كان يقال استبعاد سيدي سعد ربراب. كان هناك أيضا سيد تحكوت. ما دخلوش في خلافات مع الأفسية ولا مع السيد حداد. علش أنت يا بالذات؟. أنا دخلت في خلافات ما تنساش باللي كنت أنا أمانة في القبطين. مثل إيجا الأعمال. لما نشوف إيجا الأعمال نتاعي. والخارطين عندي تاعين قاعدين يطيحوا ويرجعوا للور. هذا مستحيل نسكت عليهم. لما كنت نائبة الرئيس ما تكلمش عليه. لما أمانة في القبطين. أنا ندفع لهم. والله حتى آخر دقيقة من دمي. والله لا رجعوا على اللور. وإن شاء الله حتى حدد هذا يرجع بقوته. والله ما نسكت. توقع مساندة من هؤلاء رجال الأعمال على الأقل الأسماء الكبيرة والمعروفة في إطار المرحلة الجديدة. مثلا سيد ربراب. سيد تحكوت. هل تعتقد بأنه ممكن يكون كان التفاف حول المبادرة التي طرحتها في بداية البرنامج؟. والله المبادرة هذه مفتوحة. ليحبي جيسان ما نحبه به. ليس مغلوقة على الرجال الأعمال هذه. والمبادرة هذه يعني الفيدة للجزائر ومساندة للبرنامج على الرئيس. نحن ليس نخدم موضع الحكومة. ومن سنوى منها أولو. نحن حابين نخرج ونديروا نيد في اليد. لأننا نرى أن هناك أزمة مالية حقيقة. ما لازم كل واحد يروح في طريق. حتى البطرون هذه تمنيت له كان يتلموا كل ونديروا نيد في اليد. وكلمة واحدة. ليس كل واحد يغني بغناه. نحن كل واحد. عندنا عشر ألف فاترونة. وكل واحد يغني بغناه. والله الاستثمار في الجزائر ليس موجود. مكانش. مكانش. ليحبين يستثماروا وغنقوا عليهم الأبواب. ونقول لك الجزائر باش تخرج من الأزمة هذه راني نقولها لك. لازم المؤسسات الصغيرة. أنت كنت اقترحتي هذا الحل في فترات طريقة. أنا قلت حتى في التولاتية اللي فاتت قلت إذا ما فتحناش وما سندناش وما عاوناش المؤسسات الصغيرة. هي اللي تخلق اليد العاملة. هي اللي حتى تخرج الجزائر من الأزمة. خليونا من الشركات الكبرى. مش حيكونوا ألفات. حتى لو كانوا راح يكونوا من قليل. إحنا قلنا إنسان دون مؤسسات صغيرة في الفلاحة. ولا في السياحة. أو حتى في الصناعة. نعطيهم نعاونهم في البنوك. نعاونهم من سهلولهم. نعطيهم أراضي. ما نعطيوش ألفات اكتار. نعطيوش اقتارات للشباب هذا اللي راهو ضاعف في السحراء. وراهو مستعد بشي يخدم. علي نغلقوا الأبواب على المؤسسات الصغيرة. أنا ضد المؤسسات الكبيرة. تحب تخدم ربي بارك. خليها تخدم. مي. اليوم الحكومة لازم تخمم في الشباب. إحنا من تنساش. بلي. عنا البديل البترول. عنا البديل الغاز. عنا البديل هذا. هل أنت عنا البديل هذا؟ هو الشباب. إحنا في الجزائر عنا البديل البترول. هو الشباب منها. لأن الشباب. هذا ميش بتفعيلها بش ماتقعدش كلام عاما. لأنه ماتقعدش شعار. لأعينا بالشعار تكلمنا والشباب تـعنا راح يضيع. لأنه من الاستقامل في القناة الجبب. هو الثروة. هو الثروة. مجرد كلام. مجرد كلام كلام من اللي راكد سانديهم الآن أنا اليوم أنا اليوم نقول ما تنساش باللي الجزائر دخلت في أزمة كبيرة ودخلوا فيها رجال أعمال اللي حابت حكم في الحكومة من 2013 يعني من لما الفترة اللي مرت فيها الرئيس هل شفت أشخاص هدوا قبل 2013 هل أجاوبني على هدف أزكن الموجودين كان عنده بعض المشاريع ولكن أكبر المشاريع كانت بعد 2014 2013 وهو يقول باللي أنا درت الحملة على الرئيس يعني لما دار الحملة سان رئيس الجمهورية يكون يعني تفرعن علينا مين جمشي تفرعن وين قالها هذه قالها في الاجتماع الأوراسي هذه من التشجيل يعني قال بأنه مول حملة مول حملة على الرئيس يعني هذا الكلام وصل إلى السلطات العليا وعلى لما هو يقول مول يتفرعن على الشعب الجزائري على ما فيهاش رجال سبحان الله العالم العالم الحمد لله أنا نظن هذا الراجل ببان من 2014 وانتو مر كنت ببانه قبل 2019 نفس الشيء احنا مؤسسة صغيرة احنا اليوم صارحة ذرك تكبر شوية لا لا ما تكبر احنا شوف رانا ملحكي مرانا انا اليوم نقولها انا اليوم نقولها انا اليوم نقولها قدام الشعب الجزائري باللي احنا نخدمه للفايدة على البلاد ما نحبه ندخلوا لف سياسة ولا نتحكموا في حكومة ما عندكم شو وزارة في حكومة الآن ما عندكم شو وزارة تأثير عليهم ما عندنا نحتوز اطرع لهنو اطرع لهنو اطرع لهنو الوزارة احنا نطلبه باللي يخليونا نخدمه ما غلقوش علينا الابواب كما غلقوها في السنين الماضية طيب الآن سيدة نغزا حتى ننهي كيف تنظرين الى المشهد العام عندك معطيات افضل مني اكيد وعندك معلومات حول ربما قرارات ستتخذ هل ممكن تطمئنين الرأي العام او تعطيهم ربما مؤشرات على المرحلة الجاية المرحلة القريبة شوف انا نقول الكلمة الاخيرة باللي هاد الاشخاص اللي يمضعوا في الوراسي ما يمثلوا الا انفسهم ما يمثلوا حتى ضغوطات لا على الحكومة ولا على الشعب لما نجد نعطيك باش تكون على علم برك لو كان جاءوا الناس هادو صح قويين ما كانوش يديروا الاجتماع هذا كانوا يروحوا ديركتومول لرئيس الجمهورية كانوا يروحوا الناس اللي راودوا تقول باللي وراهم على ما راحوش لهم هنا تشوفهم باللي اضعاف لو كان صح ما زالوا مقويين كما بكري ما كانوش يديروا الاجتماع هذا هكتب صح ولا لا 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 ولكن انا نذكرك باللي البيان يذكر بانهم يؤيدون برنامج رئيس والله انا منظرش يؤيدون برنامج الرئيس يكونوا ضد الحكومة لان تبون ما حطناش حنايا تبون حطوا رئيس الجمهورية حتى سلال حطوا رئيس الجمهورية سمحني انا نقول لك كانت فترة مرضى الرئيس يعني ازان بين بروفيته يعني الان المرحلة تغيرت المرحلة تغيرت والحمد لله أنا قداش مرة قلت يجي يوم الأيام الرئيس الجمهورية حبس المهزلة هذه والمهزلة حبسها شكرا لك سعيدة نغزة رئيسة الكون فيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على هذا الحوار مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحدث يعود في الغد إن شاء الله على سروق